هو أنت فرحان لمصر أو فرحان لبركاته شيتوس؟ أنا الحقيقة فرحان لمصر طبعاً الأول وفرحان لبركاته شيتوس بالمناسبة لأنه زبلاء ملعب فلما بركاته ينجح في مكانه كمشرف على المنتخب وشيتوس الحقيقة ودوره الكبير اللي هتكلم معاه فيه دلوقتي في فوز أو في وصول منتخبنا لأولمبياد باريس والوصول لهذا المستوى الرائع الحقيقة يستحق أنه نفرح بيهم واتبسط بيهم خلوني أرحب وائل رياض شيتوس ابن النادي الأهلي والمدرب العام لمنتخب مصر تحت 23 سنة المتأهل لأولمبياد باريس ووصيف كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة مبروك يا شيتوس يا شاطر يا سلم مبروك يا شيتس الله خبرك فيك يا رب ألف مبروك يا حبيبي يعني الناس بقولك بتقولي أنا فرحان لمصر وفرحان لبركاته فرحان لشيتوس فرحان لورجيرو على فكرة يعني أنا معرفوش طبعاً ولكن أنا بشوف أنه هو واحد من المدربين الجاهدين ولكن بوجهة نظري أن الطاقم المصري ووجود واقل شيتوس ووجود بركات ووجود بقية الطاقم طبعاً كل الناس اللي موجودة لهم دور مهم جداً 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 في الوصول بالفريم اللي احنا شايفينه لهذا المنتخب الرائع اللي كان بالنسبة لكثير من الناس مفاجأة شيتوس طيب يعني الجزء الأولاني بس اللي علاقة بأن لما يبقى فيه 8 صحاب أو مجموعة صحاب وعشرة وأكلوا مع بعض عشوا مالفحة ويفرحوا النجاحات بعض ده شعور منطقي وطبيعي جداً لأن أنا لما أنت بتعمل برنامج جديد أو بتعمل حلقة مميزة ببرنامجك بتلاقيني بابعت لك وبهنيك لأن ده شعور طبيعي أننا لازم نبقى وقفين جن بعض ونفرح لبعض طبعاً الفرحة لمصر دي حاجة يعني ده حاجة جوانة أه حاجة جوانة وحاجة مخلوقة جوانة الحمد لله يا كابدان الإسلام طبعاً ربنا وفقنا بشكل كبير جداً أنت يمكن بتقول أن أنت ما تعرفش مستر ميكالي إنما بتحس كده أن فيه إخلاص في العمل من طاقم العمل كله تواقل الطاقم الفني أو الطاقم الإداري أو الطاقم الطبية أو الطاقم الجهاز المعاون كل الناس بتشتغل بضمير كل الناس كان عندها هدف من أول لحظة أن هي تعمل بجده وبإخلاص شديد جداً عشان نوصل لأولمبياد لأن كان عندنا طموحات يعني جماعية وطموحات شخصية وأنا شايف أن بركات لما عمل الجهاز الفني ده وهو يمكن اللي يكون الجهاز الفني ده مع مجل فضارة اتحاد الكورة كان عندهم زكاء شديد جداً 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 هتقول لي ليه؟ هقولك لأن هم خلقوا الحتتين ده خلقوا النناس تيم عايزين يعملوا مجد جماعي وهو الوصول لأولمبياد ده لصالح مصر طبعاً ومجد شخص لكل واحد ميكالي أخذ ميداليا أولمبيا مع البرازيل عايز يقرارها مع مصر وقر الرياض وصل الأولمبياد مع الجيل ده عايز يوصل للجيل ده هتلاقي بقى واحد واحد من الجهاز الفني والطبي والإدارة عندهم نفس الطموحات ونفس الأحلام الشخصية اللي تكونت كلها وتجمعت عشان تبقى حلم جماعي لنا كلنا وهدف جماعي لنا كلنا نحن نوصل لأولمبياد وقد كان الحمد لله رب العالمين قدرنا أن احنا نتحدى الصعاب من أن أنت ترعب بطولة خارج أورتك مع فريق منافس ديك بشكل قوي جداً زي المغرب مسيطر على أفريقيا الفترة بشكل كبير جداً على مستوى المنتخبات وعلى مستوى الأنبياء ما أنت بتتكلم في الظروف قدرت أن أنت تتغلب عليها الظروف أن أنت برضو كمنتخب أوليمبي تجمعت فترات مش كبيرة كنت تتجمع في الأجندة الدولية بس الأنبياء بتبقى عايزة لعيبتها بتتعاون في فترة وفترة تانية بيبقى عندها حق عشان اللعيبة بتاعتها المحترفة دي بيستفيدوا منها ففي صعوبات كتير إنما ربنا في الآخر لما بيلاقي مجهود وتعب وإخلاص واكتهاب أكيد بيبقى ناتج توفيعاً ونحن وصلنا إلى الأنبياء مجموعة اللعبين اللي أنتوا كونتوهم الحقيقة إزاي وقدرتوا توصلوا لهذا التشكيل والمجموعة اللي موجودة دي على رغم من هم تقريباً وهنا أنا بقول بقى دور المصري دور شيتوس دور مجموعة العمل كلها طبعاً ولكن اللعب دي بمعظمهم تقريباً ومكالي طبعاً لكن أنا بتكلم على دور الجزء المصري دور الفني بالضبط بالمصري فبالتالي أنا بشوف أن معظم هؤلاء اللعبين كمان يعني مش عارف أقولها إزاي احتراماً لهؤلاء اللعبين شكل كبير آه يعني ما بيشاركوش بشكل كبير مع معظم كلهم باستثناء ثلاثة أربعة فقط على ما أتذكر يعني فأن أنت تعمل التشكيل والتشكيلة الحلوة دي أحاجة حلوة من أول يوم قابلت فيه مستر مكالي يوم يوم التعارف زي ما بيقوله كان شهر تمانية عشرين اتنين وعشرين آه قعدت معاه في القوتيل وقدمت له تقرير بحوالي مية وتلاتين لعيب آه المية وتلاتين لعيب دول والتلاتين دول العصارة والقلاصة بتوع موليد ألفين وواحد وألفين واثنين في مصر آه للأمانة الثلاثة وعشرين لعيب كان من السافرين بيه والسافرين بيه بطولة أفريقيا فيهم اتنين وعشرين واحد من الأسامل اللي أنا كنت مقدمها واحد بس هو اللي كان خارج المية وعشرين لعيب وهو أحمد عاطف قطة لعب المقاولين العرب لأنه مكانش يعني مكانش على الساحة خالص خالص مكانش موجودة في الساحة خالص آه ولكن استدعيناه قبل مبارات زامبيا فرجنا عليه مع المقاولين العرب لما تم تقلقه يعني مع المقاولين هو ده اللعيب الوحيد فده يعتبر إنجاد برضو للطاقم المصري اللي حدودك بتتكلم عليه آه بأننا ساعدت مستر ميكالي بشكل كبير إنه هو يقدر يتعرف على اللعيبة وقد كان الحمد لله الاختيارات كانت موفقة وصلنا لتشكيل آه عملنا ميكس كده عارف ما بين إيه إحنا عندنا نسبة مشاركة مشاركة اللعيبة مش كتير بسرط إنما قدرنا نعمل ميكس بتتغلب عليها إزاي يعني فنياً الحاجات دي وبلاش فنياً بدنياً بتتغلب على هذه الأمور إزاي أنا عندي اللعيبة بالعب معنا راجل برازيلي كويس جداً مخطط أحمال آه معنا طقم طبي محترم جداً بقيادة دكتور طارق سليمان ودكتور صلاح عشور أخصاء العلاج الطبيعي وكمان دكتور قاسم قدري أخصاء التأهيل والإثنين مدلكين آه محمد أحمد وأحمد شاوي الخمسة الخماسي ده طبعاً كان ليه دور كبير جداً يا كابتن إسلام في الاستشفى آه لأنه انت مهم جداً 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 استشفى اللعيبة بعد المبارات وبعد الضغط السفريات اللي احنا عملين من من كازابلانكا للرباط ومن الرباط لطنجا ومن طنجا نرجع على الرباط كل الكلام ده في إرهاق بدني على اللعيبة بشكل كدير بتلعب كل تمانية واربعين ساعة مباراة وكل اتنين وسبعين ساعة بتلعب مباراة فكلها ضغط عصبي عشان عايز توصل للولمبياد كل الكلام ده وتقدرنا نحن نتغلب عليه بجرعة تدريب فني مقنن بالإضافة للريكوفري أو لاستعادة الشفى اللي كان بعمول على أعلى مستوى كنت تخش العيادة بالليل تلاقي كل اللعيبة يعني احنا ما كانش عندنا صورات كتير ولكن كل اللعيبة قعدة اللي بيتدلك اللي بيعمل أجهاز تعد الشفى اللي بيعمل مش عارف إيه يعني كل واحد عارف شغله كل واحد بيعمل شغله بشكل كبير جدا وهو ده اللي ساهم بشكل كبير إن الفريق المصري يوصل ويظهر بالشكل البدني والفني المميز اللي ظهرنا عليه الفترة اللي جاية فترة صعبة سنة ولكن هي فترة صعبة لأنه زي ما قلنا وزي ما كلنا متفقين إن معظم هؤلاء اللعبين ما بيلعبوش هل من المتوقع أنا أعتقد إن الموضوع يتغير آه يواء لسه كنت أحسألك آه طبعا آه لما أنا قريك كده عاشد سنين يعني في عارف اللي إنت هساب متوقع إن إنت لا أصلا أنا مش عارف مين كان مرة أحد الضيوف قال لي إحنا لازم نجبر المديرين الفنيين إن هم يلاعبوا اللعبة دي فأنا قلت له لا مش هتقدر تجبر المديرين الفنيين لا مش هتقدر تجبر حد إنه يلعب إنما في الآخر إحنا متوقعين أن بعد الجتولة بتاعة الفيقية إحنا شلنا شوية التراب اللي موجودين على اللعبة آه ونورنا نورناهم لأنديتهم آه أنديتهم متابت تاخد بالها منهم إن هم لعبة آآ يطلع منهم منتج كبير جدا ومنتج محترم جدا يمكن الاعتماد عليهم طبعا طبعا أنا أعتقد إن إحنا السنة دي تبقى سنة مختلفة في المشاركة عن السنة اللي فاتت يا رب أنا ده ده اعتقادي وده يعني تخيولي الفني لفترة اللي جاية إنه أولادنا هياخدوا بشكل مستمر هتقلقوا بشكل كبير آآ هي هي سنة زي ما أنت بتقول بس هي في عمر المنتخبات ما بتبقى السنة لا آآ إن هي بتبقى أجندات دولية آآ بتاع حوالي ثلاثة أربع أجندات بس ما عندكش حاجة يعني أنت عندك تسعة عشر أحداشر وشهر ثلاثة أدي أربع أجندات والبطولة في شهر ست إنت أربع أجندات الأجندة أقول أسبوع فأنت عندك يعني شهر تقريبا يعني فعليا عندك شهر إعداد على سنة يعني شهر أقول هتأخد عليه أسبوعين مثلا فيبقى أنت شهر ونص مثلا اللي جمعت في السنة دي كلها بالضبط بالضبط فأنت الموضوع في المنتخبات مختلفة إنما عنده سنة فما عدت تتين لمدة سنة فعمال بقى تجمع كل يوم ومرن كل يوم وحفز كل يوم لأ عشان كده دايما بنقول إن المدربين المنتخبات ليهم طابع مختلف مختلف طبعا طبعا بيبقى الموضوع مختلف خالص ويبقى شغلهم مختلف خالص فكل ما واحد بيقدم في المنتخبات كل ده بيبقى حاجة كويسة طبعا طبعا كابتن واقل 23 لاعب هل من الممكن أن يكون هناك فرصة للاعبين آخرين خلال الفترة اللي جاية؟ طبعا باب المنتخب مفتوح يعني على مصرعي لكل لاعب يتقلق في الدور المصري موليد 2001 و2002 و2003 يعني ده حاجة طبعية جدا وده يمكن مستر ميكالي صرح بيقى في أكتر من مكان إن وإحنا قبل البطولة يمكن كم فيه ناس عايزة ننزل ونتفرج عليهم ونشوفهم إنما قلنا إن إحنا ما فيش وقت خالص نضم ناس جديدة للمنتخب الأوليمبي قبل بتروط أفريقيا إنما قلنا في حالة التاهل للأوليمبيات بإذن الله هنقدر إن إحنا نتفرج لأنه هيبع عندنا متسعة من الوقت والبطولات كلها تشتغل من أول وديد دوري جديد وكل حاجة فهنبدأ نتفرج بشكل كبير على الناس واللي عنده فرصة اللي يتقلق أكيد عنده فرصة شيتوس الناس اتكلمت على طبعا وقوف الوزير أشرف صبحي مع المنتخب الأوليمبي خلال الفترة اللي فاتت بالكامل حيث ووجوده في استقباله أو استقبال المنتخب الأوليمبي في المطار وبالتالي شيء جيد جدا وأيضا الناس اتكلمت على الوقفة اللي كان وقفها أعتقد أنها كانت دي صورة والدكتور أشرف دخل اتكلم معهم وهم قاعدين كده صح؟ صح أنا بتتكلم صح؟ بتتكلم صح جدا بس أنا عارف أن دي وقفة صورة أو حاجة واقفة صورة فإحنا بننظم الوقفة تعطيها أيوة فبننظمهم وكده فدكتور أشرف يقول يا جماعة ما عايز أقول لكم حاجة كذا ما فيه ثانيتين ودخل معنا وقفة الصورة فهي واحد من الجنب هي فيه صورة في الدنيا تتاخد من الجنب لا طبعا يعني ما فيه صورة تتاخد من الجنب بالطريقة لا هنا كان بيتم تكوين الصورة علشان تتاخد صورة مع دكتور أشرف بيتم تصبيت الصورة فالدكتور أشرف بيقول يا جماعة أنا عايز أقول لكم الحاجة فخلاص كون إحنا وقفنا الولاد ودنظمنا الولاد والدكتور أشرف قال الكلمة يعني ما تتعداش التلاتين ثانية وجي وقف وراني آه لأني أنت عارف يا اتخدت في اتجاهات أخرى يعني لكن أنا أول ما شفتها حد بيسألني تقولوا يا جماعة ده للأمانة يعني سيب أجبال من موضوع الصورة ده عشان الموضوع ده موضوع يعني شو ممكن أنت سمعته طبعاً ها آه سمعته طبعاً يا موضوع يعني سمعته قريته على السوشف البيديو أنا بصراحة لما حد جي سألني لما حد جي سألني طوله يا جماعة إحنا لما حد بيو أول ما بتخش أول حاجة بتعملها إيه بتوقف عشان تاخد صورة فدي وقفت صورة قبل ما تشوف أي حاجة بالضبط لا لا وإحنا أصلاً يعني مرتبين الدنيا نحن نزل ناخد صورة رسمية يعني مش موضوع أنه نحن 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 ناخد صورة مزبور إنما خليني أكلمك يا جابتان إسلام فقط ليها علاقة بدعم الدكتور أشرف صبحي اللي بالأمانة عمل شغل قوي جداً مع المستخب الأولمبي صحيح وكان داعم بشكل كبير جداً ومعانا في كل حاجة وكان بيبعت لنا فيديوهات تحفيزية وإحنا موجودين هناك في المجرب إنه ما كانش موجود معانا في السفرية إنما كان بيبعت لنا على طول وكان فيه تواصل دائم والراجل يعني ما سابناش أنا بشكره من خلال برنامجة